ليس بين الموت والحياة سوى حاجز ضيق للغاية يكون به المرء في أقصى درجات الألم ويمر ذلك كله بلحظات معدودة السكرات فكيف بمن يعيش سنين طويلة حبيسة تلك السكرات فلا هو ميت ولا هو حي بل قابع في بقع سوداء منتشرة في العراق تسمى السجون وكما يسميها من عاشها المسالخ البشرية الخارجون من المأساة أو ذوهم بدأوا حملة لإنقاذ عشرات آلاف المنسيين في السجون تحت عنوان أنقذوا سجناء التاجي وهناك في سجن التاجي كما في الناصرية وسوسة ومطار مثنى وغيرها من السجون المعلومة والمجهولة في العراق قصص رعب مفزعة تبدأ من لحظة دخول المعتقل وحتى خروجه على تابوت أو كرسي متحرك أو بقايا نفس بشرية تعرضت لأبشع ما يمكن تصوره يروي القائمون على الحملة شيئا من الفضائع وليس من رأى كمن سمع فيتحدثون عن طرق تعذيب مبتكرة يستخدمها المحققون لإجبار المعتقلين على الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم فضلا عن الأساليب المعهودة كالسب والشتم والتهديد بالاغتصاب والتعرض للرموز الدينية أو الحبس الانفرادي ولفترات طويلة في زنازين لا يعرف ضوء الشمس لها طريقا ليس هذا فحسب بل تتعمد إدارة السجون تكديس المعتقلين فوق بعضهم بقاعات ضيقة لا تستوعب حتى ربع العدد الممتلئة به وبصيف اللهب كالذي في العراق ما تسبب بانتشار الأمراض والأوبئة المميتة بين المعتقلين وتلك طريقة أخرى للموت غير الإعدام فالرعاية الطبية تكاد تكون معدومة بالإضافة للحالة المزرية المتهالكة لبنايات السجن الابتزاز أسلوب آخر يبني منه القائمون على السجون ثرواتهم فكل شيء هناك بثمن من مساحق التنظيف حتى زيارة الأهل تتقاضى إدارة السجن عليها مبالغ خيالية من ذوي المعتقلين وإن تطلب الأمر أكثر فإن ذوي المعتقل يهددون بنقله إلى سجون أخرى تقف على طرقاتها الميليشيات ولك أن تتخيل ما يفعل بالأسر التي تنوي زيارة ذويها المعتقلين كل ذاك لا يعد إلا جزءا يسيرا مما يحدث داخل زنازين الموت بيد سلطة تتحرك الأرض من تحتها وتحاول عبثا الثبات فوق أنين المكلومين تغيرت حكومات وتبدل سجانون رحل بعضهم وبقي غيرهم لكن مأساة المعتقلين شاخصة باقية تنتظر حلا من السماء بعد عجز أهل الأرض